في كورات الأحياء في فردوس الناعيم قائمين بكل وقار حنى ويوقيم في مجد وضياء في رفعه وتعظيم متشحين بكل بهاء حنى ويوقيم لأجداد كهنى ومولو يرجع نسبهم العظيم من نسل سليمان وهارون حنى ويوقيم عاشى وصايا الله بفكر وقلب سليم في صم وطعا وصلاة حنى ويوقيم أحب رب الجنود وعشى حياة تسليم نظرين نحو السموات حنى ويوقيم أحب عمل الرحمة بساخة في التقديم لكل ذوي الحاجات حنى ويوقيم حرمه ثمرت البطن وذك عرف القديم صلي برجاء وإيمان حنى ويوقيم طال انتظرهم للرب ليدوي قلبهما الآليم ويرفع عنهما العار حنى ويوقيم تذلل بكثرة الأصوام ونظر الإثنان تقديم مولدهما لهيكل الرب حنى ويوقيم في زمان مقبول جاء غبريال العظيم مرسل ببشرى للأبرار حنى ويوقيم سوف تلدان ابنه يكن لها شأن عظيم لأجل عظم تقوكم حنى ويوقيم آدم وكل بني سيرجع لفردوس النعيم بتجسد الإله منها حنى ويوقيم أبهج الله قلبيهما برؤية نسل كريم مريم دائمة البتلية حنى ويوقيم أنجب فخر الأكوان من فاقت الكروبيم وجلبت لنا الفرح حنى ويوقيم مرت ثلاثات أعوام أخذها بكل تصميم إلى هيكل الرب حنى ويوقيم وهناك استودعها إيفاء لنذر قديم بكل رضا وسرور حنى ويوقيم وهناك حفظت الوصايا وخضعت للتعليم في حضن عينية الله حنى ويوقيم ثم رجع لبيتهما بدون الطفل الفاطيم بألم ممزوج بفرح حنى ويوقيم تألم لفراقها من جاءت بعد صبر أليم وعاد لوحدتهما حنى ويوقيم فرح لإيفاء النذر بكل رضا وتسليم للرب المنح القدوس حنى ويوقيم عاد الله وذكرهما بابنا معهما توقيم لتؤنس وحدتهما حنى ويوقيم تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القدسين حنى ويوقيم أعن أجمعين قدِدَ فرح منتستاً اشتركوا في القناة